موسيقى حزينة هي الجيش حيث لم يصحوا أهلها بعد من وقع مصيبة حلت عليهم كالصاعق حينما وصل نبأ العثور على جثة ابنة القرية يارا في إحدى حاويات القمامة يارا بن قدمي فيش منا فيش متل قلبة بتحب حدا بتقوله بحبك بتكره حدا بتقوله بكرهك كثير كانت صريحة كل البلد كانت تحبها مش متخيلين الصف بدون شيلي لأنه كانت عملية لنا جولة كل المدرسة مش له كل الصف سعب نفوت على الصف من لقيش يارا قاعدة أول طاولة كعادتها كثير صعب علينا تفكر الجيش بتعرفش حال عن الشكل كمان مجتمع العربي هاي من الحالات النادر اللي صارت عنا شاف انت المظاهرة اللي صارت الصم ايش منعبر منعبر عن صختنا عن غضبنا عن الحادث الأليم من اللي صار جريمة فاقت بشاعتها كل التوقعات وهزت كيان مجتمع كامل دفعت المئات من أفراده بالنزول إلى الشوارع في مظاهرات ووقفات احتجاجية تندد بمقتل يارا وثلاثة وعشرون امرأة أخرى منذ بداية العام نصفهم نساء عربيات للأسف نحن في وضع سيء جدا نستطيع القول من ناحية مجتمعية وكذلك من ناحية تعامل السلطة والحكومة مع ما يجري داخل مجتمعنا مجتمعنا أصبح قرانا ومدرنا أصبحت مسرحا للجريمة بشكل دائم وأصبحت تعاني من عدم السيطرة على ما يجري في داخلنا نحن نعتقد بأن قضية قتل يارا هزت من الأعماق كل واحد وواحدة فينا لأنها قتل لمستقبلنا يارا وأبناء جيلة هم مستقبل هذا المجتمع يارا هي بنتنا وبنت الجميع يعني كل أم اليوم تطلع على يارا وبتقول هي بنتي يعني كل أبو كمان نفس الشي أنا أفكر أنه فيه وضع وصلناه في داخل المجتمع كثير صعب وخاصة بعد الانتخابات الأخيرة نحن عملين كل يوم الصبح عمل فيه على حالة قتل جديد العنف مستشري إذا إحنا ما أخذنا خطوات سريعة وتوعية شبابنا وصبايانا على أهمية التسامح وأهمية أن نكون واعيين لوضعنا كما دعا المتظاهرون الدولة وأجهزتها الأمنية إلى تحمل المسئولية بالكشف عن ملابسات الجرائم ومحاسبة القتل من خلال إنزال أقصى العقوبات بحقهم بس الإشي مش رح يخلص هنا يارا ما رحضش على الفاضل الإشي صار وإشي يعني تعدى كل حدود مش إشي اللي مسموح يصير فهذا بيقول إنه إحنا لازم ناخد خطوات شان نغير كل إشي مش لازم يضلوا الإشي هيك فقال الوقفة اليوم كانت إشي بس كل لازم تكون هاي أول وآخر وقفة من هذا النوع رح نعمل كل إشي شان نغيره لجردون المجتمع مع البوليس مع المجتمع عنا بالترباية مع الشبيب اللي عم طلعوا مع النومشة مع كله عنا خطة عم نبنيها بنشتغل لأدام وبننا تكون هاي أول وآخر مرة بصير عندنا هايك شي من يومة الجنازة لليوم كل البلد هي كانت جسم واحد جسد واحد وقلب واحد وبهاي الطريقة احنا بننتعامل مع البلد لإنه نسد الطريق على تدهور الأوضاع في قرية الجيش جل ما أشغل بالا يارا في ذلك اليوم هو أن تفاجئ صديقتها في عيد ميلادها إلا أنها لم تبلغ بيتها حتى هذه اللحظة بل عادت جثة هامدة فأشعلت حيزا كبيرا في قلوب وعقول أبناء مجتمعها وأشعلت ألاف التساؤلات حول حال لا يرثالها لمجتمع باتت تضغى عليه الوحشية وأصبح القتل فيه مستبع مجددا نتقدم بأحر التعازي لقرية الجيش لعائلة يارا الله يرحم الفقيدة ويغفر لنا جميعا يغفر لنا كمجتمع لأنه عن جد كتير الأصوات اللي قالت ليش ما قدرناش نمنع هاي الجريمة البشعة ليش عم نسمع بعدنا عن كمان ضحايا العنف والجريمة والسلاح في مجتمعنا في كتير أسئلة رح نترحها في هاي الفرح نحمي عليها ولكل بيت أيوب وقرية أو بلدة الجيش ولكل مجتمعنا من عز كل مجتمعنا العربي صحيح ورح نترح العديد من التساؤلات في هذه الفقرة نحاولنا نستغل الوقت لصالح هاي المقولي الهامي جدا من ضيفنا الدكتور ريبوليد حداد المحاضر في علم الإجرام يسعد صباحك يا دكتور صباح النور لكم يعني مؤسف جدا طبعا البلد كله نضج بهذه الفاجعة وفي استمراري وحقيقة أنه احنا بعدنا منحكي على الموضوع وهذا الموضوع مش مغفور وما حدا غادر ينسى دكتور لماذا برأيك هذه الجرائم أولا يعني الجريمة حذت في قرية صغيرة وادعة لم يعني اسم هذه القرية اللي الجيش لم يدخل ولا مرة في عالم الجريمة والمخدرات يعني أنا بعشرات السنين في هذا العالم لم أصادف يعني في حياتي مدمن مخدرات من هذه القرية ممكن صدف مرة مدمن كحول يعني ولكن يعني عالم الجريمي غير متغرق في هذه البلد والحمد لله الآن كمان كان في فترة يعني تحضير لأيش بد يصير البنت اختفت كان في يومين ثلاثة طبعا الحيز الافتراضي الفيسبوك كل الانترنت كتب على الموضوع الناس تهيئت شو بد يصير مع هاي الطفلة ولما تبين أنها قتلت كان الإشي كتير يعني مؤلم للناس خصوصا أنه يا لم تقتل في حرب بين إصابات جريمة يعني القضية ما كانت قضية اللي بمجتمعنا طيب هاي كمان مرة عالم الجريمة بنتئم من بعضه كان أنه طفلي لا يوجد لها علاقة بتاتا في عالم الجريمة لا هي ولا أهلها ولا أي حدا من حتى المحيط طبعها وبداخل القرية القتل في داخل القرية مش في بلد تاني يعني الإشي كان والجثة وجدت داخل القرية والجثة وجدت طبعا فك رموز الجريمة أنا بعتقد قريبا رح ينشار يعني وصار فيه انتقالات وهاي أول مرة بقول أن الشرطة نتيجة التحرك نتيجة الاهتمام لما مجتمعنا باهتم في قضية عينية اللي فيها جريمة وتمس يعني صميم مجتمعنا الشرطة تتحرك الشرطة استطاعت أنا لا أقول فك رموز الجريمة ولكن تنفيذ اعتقالات حضر أمر حضر النشر اللي كان مهم أمر حضر النشر فكرك لماذا؟ أمر حضر النشر في مجتمعنا العربي جدا مهم بشوش مجريات الشائعات والأقوية اللي ممكن تعمل كمان جريمة صار أقول لهم ان لقت شؤف وتم اغتصاب البنت هذي كلها لم نسمع بعد تقرير الشرطة يعني كيف بتقول انه التقطيع واغتصاب وبعدها مش راسل على معاهد العدل الشرع على أبو كبير صح يعني كان فيه اشي شوي يعني أنا إن كان بدي أختلف معي فافا المرة انه اللي سبقوا الأحداث وكتبوا كانوا بس هدف هين يعني قديمنا نحصد لايك أنا بوافق يعني كتبوا مهم الكتاب ان احن ندين ونستنكر هذه الجريمة هذا اللي بتنية على الأقل ولكنك تقعد تحلل وتكتب ما حدا شاف يعني كيف بتحدد انه تم الاعتداء على البنت وقد كان صعب على أهلها هذا اللي بقوله دكتور إنسانياً أخلاقياً ما بزبط هذا هون كان الصعوبة ولكن الجريمة هي فعلاً هزت مشاعر كل واحد منها خصوصاً اللي يعني عنده أبناء بهذا الجيل يعني يعرف انه كمان صابوا نوع من الخوف على أبناءه يعني أبناء أنا مش في أمان حتى في محيطهن حتى في محيط اللي هني عايشين فيه لأن أنا بعتقد قريباً راح يتم فك رموز الجريمة ويزال أمر منع النشر وفي ناس اللي حاولوا تغطي وتستر على الجريمة وهي مأساة مجتمع نعم رح نيجي ندخل بموضوع العقاب وتبعيات العقاب كمان عفاف طرح بحب كانت تطرح هذا الموضوع من البداية لكن بداية يعني انت كيف ما تفضلت الدكتور بالبداية إنه انت ما إلاك علاقة في عالم الجريمة مثل الله يرحمها يارا وأخريات وآخرين وانت برغم من هيك انت بتنال قسم كبير وبالآخر بتروح حياتك سودان يعني انت بريء عمليا من كل هذا الفكر الإجرامي فكر المجرم ليش بقدم على هيك مسألة أساسا أنا باعتقادي هون في غير الفكر الإجرامي كان فيه نوع من مرض نفسي اللي هو لا يمكن السيطر عليه لم يعالج مجتمع العربي بتفكر أم متأكد كمان مرة فيه أمر حضر نشر نستنى ننشر ولكن أستطيع أن أقول لك فيه كثير من جرائم القتل هو ناس اللي هني عندهم أمراض نفسية لا يتم العلاج مجتمعنا بفضلون ابن مدمن مخدرات يعني أنا حدث عندي حالات اللي إنسان يفضل يقوله عنه مدمن مخدرات حطوله حبة تهموه بشغله ولا يقوله أنه هو مريض نفسي لا نعالج الأمراض النفسية نخجل بعلاجها ونخرجها بتأهيل هؤلاء المرضى بالتالي لما هني بيكونوا بناتنا ممكن يرتكبوا أبشع جرائم قتل الآن القانون هو بيجي أصعب يعني هاي ممكن تستضيف محامة وخبير بالعالم القانون والقضاء اللي فيه درجات في الأمراض النفسية فيه نوع درجات معين اللي يمكن عقاب المجرم وفيه نوع درجات اللي يوضع في مصحات الآن على أي سلم عشانيك فيه ناس بيروحوا على مستشفيات زي المزرعة وأبربانيل وغيره الوقوف والمثول أمام القضاء أم أنه غير مسؤول عن أعماله وحياناً يكون مهرب للمجرم نعم ممكن ولكن الخبراء اللي أنا يعني بعرف موجودين يعني كتير صعب صعب أن أحد يزيف حالي نفسية أو عقلية وحتى لو حسوا بعد فترة إنه حكم السنوات وكان في مستشفى أمراض عقلية وحسوا أنه الآن هو يستطيع أن يكمل مسيرته بالسجن تم نقله من المستشفى للسجن بس كتير مهم نعرف أنه كثير من جرائم القتل اللي إحنا سمعنا عنها هي نتيجة ناس اللي عندهم أمراض نفسية مثل الوسواس والبرانوية وأمراض وانفصان في الشخصية وما شابه يعني الآن في الحادثة العينية هون يعني عندما يتم كشف الجريمة ممكن أن نعرف أكثر وأن نتحدث عن الموضوع أكثر بلاش نسبق الأحداث ولكن الإنسان لما برتكب جريمة هو لا يكون لديه السيطرة على غرائزه يعني في إنسان ممكن يضرب صفعة كفة في إنسان ممكن يضرب بسكينة يعني يطعم بسكينة وفي إنسان لا يستطيع الوقوف عند حد معين الإنسان اللي برتكب جريمة قطر ويأخذ روح إنسان آخر هو ما فيش عنده الرادع وفيش عنده الحدود إنه يقدر يوقف بمرحلة معينة يعني دكتور لأجل التفاصيل البشعة والتراجدية هاي الجريمة مثل ما حضرتك ذكرت زعزعت مجتمعنا العربي مجددا ولكن يمكن هاي المرة بصوت أعلى تعال نقول جزء من الأشخاص اللي استنكروا قالوا إحنا وصلنا للحديد وأحنا منفكر إنه لازم ينفذ حكم الإعدام بمن يعني يقرر القضاء بإنه فعلا هو مجرم وقاتل هل في نماذج من العالم اللي فيها لما ابتدى يمكن ينفذ حكم الإعدام قلت يعني نسب العنف والجريمي أم إنه برأيك أيضا إحنا هيك مش عم نعالج المشكلة من أساسها بل عم نعالج نتيجتها طبعا لم ينفذ حكم الإعدام في إسرائيل للمرة واحدة بفترة محاكمة أيخمان اللي هو من مجرمي النازية ويعني باعتقادي صعب جدا تغيير القانون الجنائي في إسرائيل لاتجاه تنفيذ حكم الإعدام الآن إسرائيل هي متبنية ما يسمى في علم الجريمة وعلم القباء والقانون التوجه العلاجي التأهيلي لكل نوع مجرم إن كان مجرم اللي مغتصب أطفال ولا مجرم مرتكب جرائم قتل ضد أطفال أو ضد مسنين أو أي نوع جرائم ممكن أن يقشلها الأبدان إسرائيل متبني هذا التوجه العلاجي التأهيلي وعشان هيك فيه سجون اللي منكو يعني عمل جولة في سجون سجن حرمون بجانب المغار أو غيره إنه بتقدر تقول عن المستوى فندق وفي ناس مرتكبين جرائم قتل هناك الآن أنا بحكي بمستوى فندق يعني فندق يعني الغرفة أنت بتشوف منها كل الطبيعة اللي حواليك حتى لا يوجد يعني قطبان بداخل الغرف ليه دكتور ليه التسهيل هذا التوجه على صعيد دولة على صعيد سياسات عامة بالدولة نحن نريد أن نعالج وأن نؤهل أد ما كان المجرم يعني أقضر أنواع الجريمة وأد ما كانه قذر وارتكب جرائم ولكن نحن نريد أن نساعده أن نؤهله أن نعالجه هذا التوجه الآن اللي بدأ أقوله تأكيد لللي سألتوه يعني لا يوجد إثبات وأنا بتحدى اللي بجيب لي بحث وبيثبت لي أنه على أي نوع جرائم تنفيذ حكم الإعدام هو يردع خلينا نأخذ حالي اللي أنا بعرفها من عالم اللي اشتغلت فيه عالم المخدرات في دول معينة على تجارة مخدرات يتم تنفيذ حكم الإعدام مثل إيران هل في إيران تجارة المخدرات؟ أنا أقول لكم دائما في تصاعد ومن أكبر المشاكل لدولة إيران اليوم بتوجهها مع العلم أنه على كمية بسيطة اللي عندنا في إسرائيل ممكن يأخذ عمل لصالح الجمهور في إيران يطم إعدامه ولكن لا يوجد أي دليل واحد أن حكم الإعدام عن بردع بإيران بالسعودية في مصر ولكن الإرضام من أصل الدول يعني سمعت على حوالي 150 ألف معتقل على مخدرات في قلب سجون طهران يعني لتجارة واستعمال أنا بعطي أمثلة على الدول اللي ما فيش مزح ممكن تنفيذ حكم الإعدام في جرائم اللي هي مش قتل جرائع بتجارة مخدرات اللي باعتقاده هي كمان أنت بتقتلنا طبعا الآن هذا هو القانون الإسرائيلي أنا رب أعطيك مثال آخر القانون الإسرائيلي يجيز إدخال إنسان للسجن اللي يزج بقاصر لعالم المخدرات يعني إذا أنت بيتبيع قاصر مخدرات 25 عام يوازج جريمة تقتل ولكن لما أسمح حتى اليوم إنسان تم زجه بالسجن 25 عام لأنه باع صيجارة تحشيش لقاصر وإحنا كل يوم نسمع ليش دكتور؟ يعني المشكلة في تنفيذ هذا القرار بشكل خاص؟ يعني فيه توجه القضاء في إسرائيل أنه حتى الفترات الطويلة من السجن على جرائم معينة هي غير رادعة يعني التوجه زي ما قلت هو توجه علاجي تأهيلي في جرائم معينة وطبعا بعضه الفرصة أنه فترة السجن أقل مع علاج يعني أنا لا أتفاجأ لا أتفاجأ أقولها يعني يمكنه بمرارة أنه الإنسان اللي نفذ هذه الجريمة يعني ممكن كمان 20 سنة يكون برا لا أتفاجأ يعني اللي عم بم نفهمه منك أنه الإعدام هو ليس الرادع الأكبر لم يثبت حتى الآن نمعا نعم دولة إسرائيل كان فيه اقتراحات لتنفيذ حكم الإعدام بحق ما يسمى اللي بيعمله مجلائم أمنية تجاه الدولة وهذا موضوع حتى عليه نقاش ولكن لم يثبت حتى الآن يعني أنا مش أنه عم بقولك مع أو ضد هذا بالآخر فيه برلمان وفيه يعني حقوقيين اللي ممكن يتخذوا قرارة إحنا هدنا نسمعه عالميا في الدول التي تنفذ حكم الإعدام للمجرمين لم تقل نسب العنف والجريمة لم يثبت أنه أمريكا تنفذ حكم الإعدام يعني من القضيع تبروحها العالمية ولكن هل نحن نرى أنه في أمريكا الاعتداءات والقتل وخرق القانون هو عم بيخاف لكن دكتور بإذنك الأمر نسبي يعني إذا منتحدث عن طهران أو أمريكا هذولا دولتين بكتير أكبر من المنطقة اللي احنا عايشين فيها وبنفذ حكم الإعدام وبنفذ حكم الإعدام فيه نسبة للموضوع يعني عدد السكان ما بعرف شو عدد السكان نحن نحكي بحث البحث أنت ما تجري بحث تماني مليون عندما تجري بحث أنك أنت على جريمة معين نفرد قتل أو تجارة مخدرات أنت تنفذ حكم الإعدام هل هذا يردع؟ أنا أقول لك يعني وبصدقه من تجربة لا يردع يعني إذا بتسألني لا يردع حكم الإعدام والتوجه بالدولة اللي شايفه بمدار سبعين سنة ولأدام هو الاستمرار في تأهيل وعلاج المجرم مهما كانت قضارك هذا المجرم لمرة أخيرة السيطرة عشانها تقدر تسيطر في هذه البلاد بالنطاق أوسع وشامل أكثر ممكن أن هذا يكون أيضا لصالح هذه البلد صحيح أم لا؟ نعم دولة إحنا خلينا نحكي بصراحة نتيجة الجريمة وأدي هزة مجائرنا يمكن إحنا صورنا اليوم بدنا حتى محامي يدافع عن المجرم وبدناش أنه يزجان وبدنا يعدى بنهاية الأمر أنت تعيش في دولة اللي تعطي حقوق لكل مجرم مهما كانت قضارته يعني الدولة اليوم تتموله الدفاع عشان يك تتفجأش أنه بكرة يقول أنا ما قتلتش ويعمل مع صفقة إدعاء ويتهم بأنه فقط طعنها وبعدين ماتت يعني وينح بس 20 سنة طب دكتور يعني كان بهمنا سماع رأي يكون نماذج عالمية حول موضوع الإعدام نسمع من حضرتك ومن خبرتك في هذا المجال ودراستك شو البرامج اللي اليوم ممكن أنه تطبق في بلادنا عشان بهمنا جميعا بالنهاية ما نعد نسمع عن هاي الجرائم ما نعد نسمع عن حالات العنف يعني هل التأهيل مش عم بيجيب نتيجة لأنه مش بالإطار المناسب لأنه المهنيين يمكن مش عم بيطلقوا أيضا بنفسنا التأهيل المناسب شو الحلول برأيك؟ واضح في مجتمعنا ينقص الكثير من الأطر العلاجية والتأهلية ولكن أنا يعني كتير كتير استنيت سؤالك وبدي أجاوب هذه النقطة كل الوقت وهذا اللي قلته لكتير أعضاء برلمان شاركت في كتير جلسات كنيست هذا الموضوع كل الوقت القرارات اللي تتخذها الحكومة في برامج في كتير من البرامج للشبيب في ضائقة فتيات في ضائقة لمنحرفين لكل أنواع المشاكل موجودة وإلها ميزانيات طرصة طول ما القرار بنهاية الأمر ميدانيا في إدام موظفين في الوزارات إحنا رح نسمع أن الميزانيات غير مستغلة كتير تسمعوا هاي الكلمة الآن أنت بتعطي قرار أنه بدنا 200 مليون شيكل لعلاج فتيات في ضائقة عن طريق مكاتب الخدمات الاجتماعية في موظفين اللي بوضعوا قوانين وشروط لتنفيذ هذا البند وبالآخر السنين بقولك لن تستغلي الميزانيات هذه واحدة من آفاتنا ومشاكلنا عدم استغلال ميزانيات نتيجة أنه أنت بتحطي القرار في إدام موظفين في داخل الوزارات وهذا خطأ يعني الوزير اللي عبدوه قرار مش عند بروح بتابع بقول له بلدية الناصري أو بلدية إم الفحم أو أي بلدية أخرى لم تستغلي الميزانيات هو لا يفحص أنه أجا وضع شروط معينة على سبيل الحصر يعني مثال بصلاح الحصر يعني بها يسمى الماتشينج أو التمويل الموازن يعني أنت بدي يجي تقوله بتعطيك مليون شيكل لعلاج الشباب اللي في ضائقة بس دك تحط مئتين ألف البلدية مهاش مئتين ألف المحاسم المرافق لم يوافق على مئتين ألف المشروع ما بتنفذش هذي واحدة من آفاتنا وأنا على مضار أنا بحكي على مضار عشرات سنين بحكي من سنوات التسعين لما كانت أورا نمير بعد وزير الترفاه الاجتماعي لم تنفذ وحكينا أنه بالآخر الموظف اللي قاعد بالوزارة عمكتبه قرر هذا القرار وإحنا مش غادرين نطبئ فهذه واحدة من مشاكلنا بلدياتنا يعني تفتقد بلدياتنا العربية ما عندها ميزانيات من جباية أرنونا ولا جباية مخالفات سيارات يعني فيه دخل إضافة للبلدية اللي تقدر تموّل بلدياتنا العربية هي بلديات فقيرة عم تستنى التموي لحتى تنهض بهيك مشاريع بلديات فقيرة ما بتستنى هاي الميزانية يعني المئة ألف أو المئتين ألف أو المليون شيك إن الوزارة بنقضوهن أنا كنت شاهد على بلديات تل أفيف اتناقشوا نحوزا قالوا بتعرف شو ما بديش العشر مليون تبعونك نعم دكتور جزيل شكر لحضورك معنا في هذا النهار كانت هيك جولة شاملة شكر لعنوين وتفاصيلها طبعا يا رب نحد من هذه الجريمة شكرا لإلك دكتور وليد على حضورك معنا في هذا النهار